انقلبت الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران على الشرعية في اليمن قال الايرانيون حينها ان العاصمة العربية الرابعة سقطت بايديهم وما قال العرب شيئا الى ان استنجد الرئيس الذي ضاق به بلده باشقائه العرب فقامت السعودية ومعها دول اخرى بعاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن قيل في معرض الاقاويل حينها ان السعودية اخيرا ادركت الخطر الخارجي الذي يهدد الوجود العربي بل اصبحت تتزعم حلفا جديدا للدفاع عن الامن القوم العربي استبشر الناس خيرا ومنحوها سك الغفران عن عقود ولت كانت فيها حجر العثرة امام تبلور اي مشروع عربي موحد وبدأ ان الوقوف الى جانب اليمن واستعادة شرعيته سيمثل نقطة التقاء العرب بعد ان تفرقوا لردح من الزمن وبعد ثلاث سنين عجاف من الحرب والدمار بدت الامور مغايرة تماما وتبين ان كل ما قيل لم يعد عن كونه كلاما مفرغ المضامين وان الطبع غلب التطبع فلا السعودية وحلفاؤها اسلموا اليمنين مزيدا من الدمار والقتل ولهم الذين اعادوا السلطة الشرعية اليمنية الى مكانها الطبيعي في ممارسة الحكم بل ذهبت الرياض ومعها ابو ظبي الى ممارسة الوصاية على اليمن وادخلوه في مزيد من التشضي والحروب الصغيرة وابقوا على الرئيس هادي تحت الاقامة الجبرية بعد سلب حقه في اتخاذ القرار الا بموافقة الشقيقتين حد تعبير احد الوزراء المستقلين حديثا صمتت الشرعية كثيرا حاولت ابتلاع لؤم الاشقاء على مضض او ابتلعته في احاين كثيرة لكن يبدو ان الكيلة طفح لدى البعض ليست هناك جدية فخرج وزير الخدمة المدنية نائب رئيس الوزراء ومن بعده وزير الدولة باستقالة علنية ولا يستبعد ان يتبعهم اخرون كل المستقيلين اتفق في معرض الاسباب على ممارسة التحالف للوصاية على الشرعية وسلطة الرئيس هادي بعد ان تحولت العلاقة بينهما الى تابع ومتبور وتبدلت اهداف التحالف من اعادة شرعية الى البحث عن مصالح خاصة بالدولتين وخلق كيانات موازية للشرعية في المناطق المحررة بالاضافة الى عدم الجدية في تحرير البلاد من سيطرة الميليشيا وبالاعتماد على كل ما ذكر انفا يبدو بان التحالف العربية بقيادة السعودية والامارات هزم نفسه في اليمن وخيب امال الكثيرين بصحوة عربية اشتركوا في القناة